الآن مشاهد الكرام نحن نظل بملف الكورونا ولكن سنتناول من زاوية فلسطينية هذه المرة سنتحدث عن فلسطين ليس بالنواحي السياسية وليس بالعلاقة لا مع الاحتلال ولا غير وإنما بالكورونا وانتشاره بفلسطين كان هناك قرارات رسمية من السلطة الفلسطينية لمحاولة تفادي وتقليل الخسائر بعد أن وصل المرض وانتشرت الحالات هناك نسأل الله السلامة للجميع اسمحونا أن نتعرف أكثر على الأوضاع في فلسطين بعد الكورونا ونرحب بمراسلنا هناك الزميل الصحفي محمد الأطرش زميل محمد مساء الخير مساء الخير لك يا نال مساء الخير لكل المشاهدين الكرام مساء الخير للجميع ومنيات الخير والسلامة دائما للجميع بهذا الفيروس المستجد وهذا الوباء الخطير يا رب الله يحمي الجميع بدناك تحطنا بالصورة العامة عن الكورونا بفلسطين ما هي الإجراءات الرسمية التي اتخذت كيف هو التفاعل الشعبي معه حقيقة فلسطين لا تختلف عن الأفطار العربية ربما كانت تكادر منذ اللحظة الأولى بفكرة انتشار هذا المرض بداخل محافظاتها أم لا لكن نقوص الخطر الأول كان حينما أصيب مجموعة من الإسرائيليين ودخل هذا طبعا الفيروس إلى أراضينا المحتلة الخميس الماضي كانت في البداية حينما أعلم عن إصابة سبعة فلسطينيين مرة واحدة في محافظة بيت لحمجنوب الضفة الغربية والتي لربما حملت هذا الفيروس من خلال مجموعة من السائحين الذين أتوا إلى اليونان بعد مغادرتهم إلى بلادهم تم الاكتشاف أنهم يحملون هذا الفيروس أخبرت وزارة الخارجية ووزارة السحب هذا الأمر وكم تتبع مطار هذا الوفد السياحي تبين أنه وصل إلى محافظة بيت لحم وأخام فيها تم تحص طبعا من يعملون بهذا الفندق وكانت الفاجعة لأنه أصيب سبعة وهؤلاء السبعة كانوا قد اختلطوا مع آخرين من أفراد عائلاتهم من العاملين في هذا الفندق ومن المواطنين في محافظة بيت لحمجنوب الغربية امتسالا لمرسوم رئاسي أصدره السيد الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد وذلك جاء نتيجة حقيقة حالة الاغتباك الكبير خاصة وأن إعلان الطوارئ رفقته إغلاق المدارس إغلاق الجامعات إغلاق مؤسسات رسمية وإغلاق محافظة بيت لحم بأكملها هذا يعني بالضرورة أن اليوم كورونا يحاصر محافظة من محافظات الضفة الغربية وهي محافظة بيت لحم حتى اللحظة اتمر طبعا جهود أو جهد الوزارات المعنية على رأس وزارة الصحة في ملاحقة الفيروس من خلال إجراء مجموعة كبيرة من الفحوص التي تحاول على الأقل معرفة ما إذا كان أحد المواطنين مصاب أم لا تبين من خلال إجراء مجموعة كبيرة من الفحوص في بيت لحم أن هناك أكثر من عشر آخرين انضموا فانضم حتى وصل عدد هذا اليوم إلى خمسة وعشرين مواطنا أربعة وعشرين منهم في محافظة بيت لحم وفلسطيني واحد في محافظة طول كرم قبل الساعات أعلن أنه أصيب وكان ذلك نتيجة عمله داخل الأراضي المحتلة ونحن نعلم تماما أن دولة الاحتلال أعلنت وزارة الصحة تابع لها أن هناك 42 إسرائيليا أصيبوا في هذا الفيروس هذا يعني بالضرورة أن العمال الفلسطينيين والذين يفوقوا عددهم عن 100 ألف يعملون بالداخل المحتل كانوا معرضين منذ اللحظة الأولى بأن يصابوا وهذا ما حصل فعلا في محافظة طول كرم على صعيد المحافظات المختلفة خاصة وأن محافظة القليلة ربما تعتبر جارة بيت لحم الأولى اتخذت مختلف المحافظات إجراءات وقائية خاصة أن الوضع العام في هذه الوزارات والمؤسسات المختلفة ينال يعني بالضرورة دائما أننا دول نامية بكل ما تحمل الكلمة من معنى لك أن تتخيل ينال حينما تصدر التقارير التي تشير أن تطور وانتشار هذا المرض يعني بالضرورة أننا بحاجة إلى أسرة للعناية المكثفة الضفة الغربية بكامل محافظاتها لديها ما لا يزيد عن سبعين سرير عناية مكثفة تخيل أن هذا المرض تفشى وانتشر واستحكم في الناس الفاجعة ستكون بأننا لا نملك المعدات الطبية القادرة على منع هذا الفيروس أو على الأقل على الحفاظ على حياة المواطنين بالتالي رأت وزارة الصحة الفلسطينية وزارة السياحة ومختلف الوزارات الأخرى بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية صارمة منعا لحلول هذه الكارثة وانتشارها خاصة وأننا لا نملك المعدات والأدوات الصبية اللازمة لمحاربة هذا الفيروس أو تقديم العلاج للمصابين أو خذت قرارات صارمة من بينها إغلاق صلاة الأطراح في مختلف المحافظات أغلقت المطاعم والكوفي شبات أغلقت كذلك الأمر الأماكن العامة المنتزهات وغيرها اليوم نستطيع القول أن محافظات الضفة الغربية تشهد شلل كامل في الحالة الاقتصادية والتجارية وحتى ذلك أتى بسبب خوف الناس والذعر الذي احتل قلوبهم ليس قصدا وإنما بسبب فعلا خطورة هذا الفيروس واضح أن هناك استنطار عالي من كل مؤسسات الحكومة الفلسطينية لكن حتى هذه اللحظة تخوفات الناس تصب ينال باتجاه واحد هل ما استطيع كفلسطينيين أن نواجه تدعيات هذا الفيروس خاصة وأن العينات التي أخذت في اللحظة الأولى وحتى هذا اليوم كلها تذهب أو في معظمها تذهب إلى إسرائيل حتى ما فهمنا من باب التأكد بمعنى آخر إسرائيل طبيا هي قد تكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط بالتالي نحن الذين قضنا معركة الانتكاك الطبي عن الاحتلال منذ أكثر من عام اليوم اضطررنا أن نلجأ إلى إسرائيل في هذه المحنة ونعود ونقول أكدوا على هذه الفحوصات خاصة وأن لدينا إشكالية يبدو أنها واضحة وواضحة جدا الضعر والخوف وسيد الموقف الجميع يخشى طبعا التجول في الشوارع أو حتى في الطرقات هناك عدات اجتماعية فادة حقيقة بالتزامن مع ذلك الكمامات وكذلك الأمر مطهر اليدين وغيرها من العدات والسلوكيات القديمة الجديدة التي طبعا انتشرت فيها الآوينة الأخيرة الوزارات المختلفة كلها تعمل ليل نهار كيف يمكن تجنيب الناس تدعيات هذا الفيروس لأننا بكل الأحوال لفنا كالصين ينال الصين استطاعت خال عشرة أيام أن تبني مستشفى يفوق قدرة وزارة الصحة الفلسطينية ألف مرة لكننا حتى اللحظة ننتظر المساعدات الدولية التي ستقدم من خلال منظمة الصحة أو حتى من خلال البنك الدولي واليوم مشكورة تبرعت قطر حقيقة بعشرة ملايين دولار للسلطة الفلسطينية حتى طبعا تتمكن السلطة من الحصول على معدات صبية خاصة بهذا الموضوع وأنتم في أردن تعلمون جيدا ينال أن فلسطين منفتحة على الإقليم في الجانب الطبي أكثر من أي مكان آخر لسبب أنها لا تمتلك هذه المؤاخلات هذا السبب الرئيس ينال الذي بس الخوف والرعب لدى المواطنين اليوم نحن بالخليل نتوقع تماما أن يصلنا هذا الفيروس بأي لحظة في أي لحظة نحن نتوقع أن يكون أحدنا خالطة فلسطينيا مصابا من بيت لحم في أي لحظة نتوقع أن يكون هناك من أتى مسافرا إلى فلسطين وحمل معه هذا الفيروس من إيطاليا أو من إيران أو من أي دولة أخرى بالتالي الإجراءات التي تأخذ من خلال تحويل فنادق عديدة إلى أماكن للحجر الصحي كانت مفاجئة لكثير من الناس هناك مبادرات اجتماعية انطلقت سواء من القطاع الخاص أو حتى من العائلات الفلسطينية تمثلت هذه المبادرات الاجتماعية بتشكيل لجان من كل عائلة بتقديم المساعدة حقيقة للحكومة الفلسطينية التي نعلم تماما أنها لا تستطيع أن تفعل أي شيء سوى تقديم الحد الأدنى الذي يبقى الإنسان حيا بقدرة الله فقط أما القطاع الخاص ستطاع ينال توفير على الأقل المستلزمات الطبية الأولية رأينا مشهد مختلف هذه المرة نعلم أن المستلزمات الطبية وكذلك الأمر للكمامات وغيرها من المستهلكات تنتج في الخارج وتصل إلى كل بلداننا العربية لكن الأمر في الخليل كان مختلفا خلال أقل من 48 ساعة أسست المصامع التي تنتج الكمامات بالكميات التي تكفي الوطن وأسست كذلك الأمر المصامع التي تستطيع إنتاج المطحرات المعتمدة والتي لربما تم تصنيحها بناء على المواصفات العالمية حتى لا يفهم الأمر أن الخلايلة تشجار فقط الأمر يقولون دائما الحاجة أم الإختراع ليس أكثر من ذلك ولا أقل ما شاء الله عنهم أهل الخليل حباريبنا وشكرا جزيلا لهذه الرسالة الخليلية أو الفلسطينية لأوضاع الكورونا في فلسطين نتمنى السلامة للجميع باستثناء المحتلط طبعا هؤلاء يعني مش رح نسأل عليهم كثير شكرا جزيلا لك زميلة محمد الأطرش على هذه الرسالة وعلى هذه المعلومات لأوضاع الكورونا في فلسطين وإن شاء الله أنه يمر مرور السليم بأقل الخسائر ونتمكن أهلنا هناك من إدارة أمورهم كما نتمنى ذلك على مستوى الأردن وعلى مستوى كل أكثر أمتنا العربية والإسلامية والعالم وأكرر كل العالم وكل أرضية باستثناء المحتلين والظالمين والمجرمين هذا ما نتمنى وما ندعو في النهاية نحن لا نتحكم بذلك ولكن على الأقل مشاعرنا تكون مشاعر إنسانية نتمنى الخير لكل الإنسانية ولكن هذا الخير لنا نتمنى لمن احتل أرضنا حتى على مستوى أمور طبية وفيروس وغيره وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا المساء شكري لكم دائما على وفائكم وحسن متابعتكم نلقاكم غدا وأنتم بإفضل حال وسلام بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته